أعلنت وزارة الداخلية ضبط مسن يبلغ من العمر الستين عاماً لاعتدائه على رجل دين مسيحي أثناء سيره على الكورنيش بمنطقة سيدي بشري بالأسكندرية باستخدام سكين كان بحوذته وأضحت الوزارة في بيان لها أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج إلا أنه توفي أثناء إسعافه مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالي